بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم اصدقائي العزاء كل سنة وحياتكم جميعا طيبين وبخير برحب بحضراتكم في اولى وانطلاق اول حلقات لبرنامج اسمه بيزنس ميكس بيزنس ميكس هو البرنامج الجديد ان شاء الله اللي نتقابل في مجموعة من الحلقات المتثالية لكن خلوني قبل مبدأ في التفاصيل اديكم فكرة موجازة عن فكرة البرنامج بيزنس هو عبارة عن ان احنا بنعمل دمج من مجموعة من النقاط الرئيسية زي نتكلم عن الجانب الاكاديم والجانب العلمي وازاي نعمل معاه في الجانب التطبيقي والجانب العملي عشان يكون الموضوع اكتر افادة واكتر متعة ازا البرنامج بتاعنا هيدمج ما بين حاجتين اساسيتين ما بين الجانب الاكاديمي العلمي اللي هو مهم جدا 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 وفي نفس الوقت هنتعرف مع بعض على الجانب التطبيقي والعملي وده هيكون من خلال ان احنا هنتكون في حلقتنا ان شاء الله مجموعة من النقاط الرئيسية زي مثلا هنتشوف مع بعض ان كل حلقة هنتقابل فيها تحت عنوان برنامج بيزنس ميكس هيكون موجود معانا رقم واحد دراسة حالة او قصة واقعية وده شيء مهم جدا في عالم البزنس وفي عالم الاعمال ان طبعا ده هيكون مهم جدا زي ما احنا عارفين سؤل لقمان الحكيم ممن تعلمت الحكمة قال تعلمتها من الجهلاء من السفهاء كلما رأيت فيهم عيبا تجنبته اذا مهم جدا ان احنا نتعلم من دراسات الحالة ومن القصص الواقعية اللي بنشوفها في حياتنا وحوالينا في عالم البزنس ان احنا نتعلم منها الكويس ونتعلم كمان من الحاجات الاخطاء اللي ويعوا فيها الناس دول او اللي ويعوا فيها الناس تانيين عشان ما نعهشف نفس ونكرر نفس الخطأ اذا هيكون عندنا العنصر الاولاني في حلقتنا هو دراسة الحالة او القصة الواقعية رقم اتنين هيكون موجود معنا الجانب طبعا مهم زي ما قلنا الجانب العلمي ولا كديم هنتعرف على الجانب العلمي في النقطة اللي بنكون عنوان الحلقة بتاعتنا في الحلقات المتتالية كمان وإحنا بنختم هنقول ان احنا ازاي نطبق الكلام ده بشكل العملي في آآ مجال اعمالنا بشكل يكون قابل للتطبيق هنحاول يكون موجود في اثناء الحلقة مجموعة من الحاجات الهمة جدا زي مثلا هنشوف اقوال مأثورة خاصة بنفس النقطة او بموضوع الحلقة هنشوف كمان موجود موضوع مجموعة من المراجع او المصادر اللي بتمثل مرجعية لنا زي مثلا هنتكلم النهاردة عن موضوع المشتريات والعقود اول حلقة هنتكلم فيها عن المشتريات والعقود ده بمنتهى الاجاز اللي هنتكلم فيه او العناصر الرئيسية اللي هتكون موجودة في كل حلقة تحت برنامج آآ برنامج بتاعنا اللي هو بيزنس ميكس ده موجاز بسيط عن البرنامج وتعريف بسيط به النهاردة ان شاء الله برحب بحضراتكم تاني وهنتكلم عن اول الحلقة هنتكلم فيها عن موضوع مهم جدا هو اسمه موضوع المشتريات او ادارة الشراء طيب ايه هي ادارة الشراء هنتكلم النهاردة في نقطتين آآ يعني يعتبر نقاط بسيطة جدا في الموضوع هنتعرف على ادارة المشتريات او ادارة الشراء والعقود وهنتعرف ليه هي ادارة مهمة جدا طيب قبل ما نبدأ الناس المساحصحين ومتابعين معانا من وجهة نظر حضراتكم انتو شايفين تعريف ادارة الشراء لو حبيت اعرفها اعرفها ازاي اقول هي عبارة عن ايه الناس اللي مساحصحها معانا يا ريت تكتب دينا الكومنس والتعليقات بعيتهم في تعريف المشتريات وهي ادارة الشراء والعقود هي ادارة مهمة جدا للشركات والمنظمات ولا هي ادارة ملهاش اضافة وملهاش فايدة دول السؤالين اللي هنجاوب عنهم ان شاء الله النهاردة في الحلقة بتاعتنا لكن زي ما اتفقنا في برنامج بزنس ميكس هنمر بمجموعة من النقاط الهمة جدا او النقاط الرئيسية النقطة الرئيسية الاولى هي دراسة الحالة او القصة اللي هتكون بالنسبة لنا اه قصة نتعلم منها دروس فالنقطة الاولى عندنا النهاردة هنتكلم عن قصة خلونا نسمعها مع بعض ونركز فيها لان هيكون فيها مجموعة من الدروس الهمة جدا اللي كلنا هنستفيد بيها سواء في الحلقة بتاعتنا النهاردة او في الحلقات المتتالية قصتنا بتتكلم عن حد مهندس 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 مجدي ده حد مجتهد عنده مصنع لتصنيع ملابس جهزة متخصصة اللي هي اليونوفورم او الكافر اول بتاع الشركات والمصانع وخاصة في موضوع اللي الشركات بتحتاجه شواندس مجدي عنده مصنع بقاله فترة شغال ما شاء الله وهو شخص مجتهد جدا وبيسعى ان هو يسجل نفسه كمورد وبيحصل على طلبيات من المصانع في محاولة من محاولاته نجح ان هو ياخد طلبية واردر من شركة بتصنع كارفانات شركة ما شاء الله لها اكتر من خمس مواقع منتشرة عندها كم من العمال ده نور حدودكا دكتور علاء شكرا لزوقك الترخيرك والدكاترة جميعا ربنا يكرمكم نجح ان هو ياخد من الشركة دي او من المصنع اللي هو متخصص في صناعة الكارفانات مش مهندس مجدي لما خده طبعا كان مبسوط جدا ورجع وهو فرحان رجع لمصنعه بسرعة على الناس اللي شغالين عنده في المصنع بس باش مهندس مجدي كان عنده فكرة كده ان بتاع المشتريات او دارة المشتريات هي ادارة مش مهمة وبالتالي ما عندوش حاجة او قسم اسمه ادارة المشتريات دكتور محمودي اهلا بحضرتك شرفتين والله اه دكتور محمد اه وجود حضارك شرف ليه والله المهم باش مهندس مجدي اه راح بسرعة للمصنع عنده عشان يبدأ في تنفيذ الطلبية الكبيرة اللي كان سعرها او كان قيمتها تعادل حوالي نص مليون مصري وده كان اردر كبير جدا بالنسبة له حاجة مهمة جدا متخصص في صناعة الكاظر اول او الاظر اول ومعها كمان ايه صناعة الفست او السدير اللي هو بيستعمل كمهمات اه امن صناعي للشركات او للمصنع ده ربنا برايك في حقيقة دكتور كالترخيرة كلها لكن زي ما قلنا ان في خطأ واع فيه هنشوفه دلوقتي ان هو ما عندوش ادارة اسمها ادارة الشراء اللي بيتؤلم موضوع الشراء عنده واحد من المحاسبين الموجودين حد كفاءة ما شاء الله في الحسابات وبالتالي هو بيعول عليه في ان هو يعمل موضوع المشترايات ويشتري الحاجات اللي بيحتاجها المصنع فعلا انا راح للموال استاذ رقفة اللي هو بتالح حسابات استاذ رقفة تعالى بسرعة بكل حماسة بلغوا ان احنا عندنا طلبية بنص مليون جنيه استاذ رقفة المسط جدا من الرقم وفرح بالأردر الجديد والطلبية الجديدة اه طبعا بلغوا ان احنا عايزين نشتري الأردر ده بقى اقل تكلفة ممكنة ان احنا عشان ناخد الأردر من المصنع كان سعرنا قليل وبالتالي احنا محتاجين نوفر على قد ما نقدر يعوصي رقفة ده كان المشهد اللي بتكلم فيه بشمان اسمك دي معه استاذ رقفة عشان يشتري الخامات استاذ رقفة بدأ يفكر ازاي يشتري الخامات بسعر قليل خرج بسرعة تصل بموردين كان عنده مورد شغال معاه اه طبعا السزراء قفة عايز شوف مورد تاني اتصل بمورد تاني جديد يعتبر بالنسباله اه انا هشوف تعريف ادارة المشتريات هشوف السيس خالد هنشوف ان شاء الله تعالى مؤخرا لكن انا مستني منتظر مشاركات حضراتكم في التعريفات وهل هي ادارة مهمة ولا ادارة غير مهمة نرجع لكسطنا تاني عشان ما انتوش من بعض سزراء قفة اتصل بمصنع جديد بيورد الخامات او القماش اللي هو بيستعمل في تصنيع الكافر اول او الاضرولة وحصل فعلا منه على خصم حوالي عشرة في المية من السعر وده كان شيء مهم وشيء كويس جدا بالنسباله وكان مبسوط لكن كان فيه حاجة بسطة جدا كده بالنسباله انه التسليم بتاع الخامات هيتأخر كمان يومين عن المعادل اللي كان المصنع الاولاني هيدهوله لكن قال انا هوفر عشرة في المية مفيش مشكلة جير بسرعة ومشي في الاردر ودفع حربون وفعلا بدأ يستلم الاردر بتاعه من المصنع اللي بيصنع رولات بتاع النسيج واستلم فعلا الاردر او استلم الرولات بتاع النسيج بتاعه في المصنع عشان يبدأ في عملية تصنيع الافرول او الكافر اول والفست كان عندنا نقطة خلي بالك معي هنا انه استلم متأخر يومين كمان هو بعد ما استلم وبدأ في اجراءات التصنيع عدى يوم وهو بيصنع بدأ يلاقي في مشكلة في الجودة ان بعض الرولات فيها شيء كارسي ان الرول مكسور من جوة والخامات الموجودة معاه مش هينفع تستعمل في تصنيع او الافرول والفست بدأ لستيزة رقفة الموضوع يرتبك معايا يحاول اتصل بالمصنع اللي هو لسه جايبه جديد واخد منه خاص عشرة في المية لكن المصنع عشان هو جديد ولسه ما يعرف ما فيش علاقة قوية بينه بين لستيزة رقفة ومصنعه بدأ يتهرب منه انه اصلا ما فيش اه بينه وبينه الزرافة عقد مكتوب يقول في العلاقة بينهم من بعض ايه طيب اللي حصل بقى ان الاستاذ مجدي يتحط البشمهندس مجدي دلوقتي اللي هو صاحب المصنع طبعا كان بيتلقى كل يوم اتصال من المصنع بتاع اللي هو صاحب الطلبية بيتطمن عن معادة التسليم كان باقي كان باقي حوالي اربع ايام على معادة التسليم لكن لما بدأ المهندس مجدي وقسم الانتاج عنده التصنيع بدأ يواجه مشكلة في الخامات بتاعته بدأ يبلغ المصنع خلي بالك يا مصنع انا ممكن اتأخر حوالي تلات ايام عليك عشان ابدأ اجيب لك الحاجة بتاعتك كان الرد الطبيعي من المصنع ان قال له انا اسف يا باش مهندس مجدي خلي بالك يا باش مهندس مجدي ده اول طلبية لك معانا واحنا عندنا الشروط الشروط عندنا واضحة جدا ان غرامات التأخير مبالغ كبيرة جدا هتتطبق على حضرتك من اول يوم باش مهندس مجدي لقى نفسه محطوط في ورطة كبيرة جدا الخامات الموجودة عنده مش يعرف يصنع بيها او بتاعه هيبدأ يشوف يشوف حل وصل مع المصنع ان هو يخلي التسليم متأخر بس يوم واحد عشان ما باش فيه غرامات تأخير الحل اللي كانوا قدام باش مهندس مجدي ان هو يشتري جديد او كامل مصنع من مصنع تاني وده كان بزيادة في التكلفة حوالي اربعين في المية اللي حصل بقى ان الباش مهندس مجدي عشان وسلم فعلا للمنتج بتاعه او للمصنع اللي هو عامل معاه اول مرة الطلبية بتاعته لكن سلمه وهو خسران حوالي اربعين في المية باش مهندس مجدي كان فرحان بالوردر في الطلبية في الاول ان هو يحقق قربه وهيبدأ يعمل علاقة قوية مع المصنع اللي ساعة طول الفترة اللي فاتت انه يفتح معاه شغل لكن بسبب خطأ جثيم ياريت حضراتكم تركون وسمعتوه في وسط الكلام واللي مركز معايا يقول لي الخطأ اللي ارتكبوا الباش مهندس مجدي خلاه خسر حوالي اربعين في المية من اول طلبية وخسر كمان تقييم المصنع والعميل اللي كان نفسه يبدأ معاه شغل ده كان خطأ ارتكبوا الباش مهندس مجدي الله ينور على اللي قال ان الباش مهندس مجدي ارتكب خطأ بانه هو ما كانش عنده ادارة مشتريات باش مهندس مجدي سريعا ما عندهش ادارة مشتريات لانه هو كان اسير لمسأل منتشر وشافه في بداية حياته العملية في مسأل بيقول سنة في المشتريات والعشرة في الامارات الناس بتوع المشتريات زي حلقتي عارفين المسأل ده ليه دلالة سلبية على ادارة المشتريات فالباش مهندس مجدي شاف ان في شغله القديم كان بيلاقي ان بتوع المشتريات عندهم بعض بتوع المشتريات عندهم نسبة من التلاعب او عدم الامانة. وبالتالي هو كان خايف انه يكون عنده ادارة مشتريات وضحى بان هو ما عندهش ادارة مشتريات وبالتالي مع اول طلبية قوية بالنسبة له كانت هتعمله شغله كويس وهيستفيد به في شغله خسر اربعين في المية وخسر امكانية دخول المصنع بشكل آآ اساسي. ده طبعا الخطأ اللي ارتكبوا الباشمهندس مكدي لكن لما نرجع لتفاصيل الكيسة هنلاقي فيها كتير من الاخطاء الموجودة عدم ذكر الشروط هنبدأ نبص سريعا خاصة بالمواصفات في عقد الله ينور اساس خالد فعلا فيه تفاصيل كتيرة جدا لما نرجع ان شاء الله في الحلقات المتتالية هنشوف ان البروزيس نفسها او العملية نفسها في المشتريات تمت بشكل غير صحيح. لكن خلوني مركز مع حضراتكم ان النهاردة انا هاخد بس الخطأ الواضح جدا ان الباشمهندس مكدي اسير مقولة خاطئة ان بتوع المشتريات فيه كتير منهم متلاعب وبالتالي هو عشان بتوع المشتريات فيه منهم ناس متلاعبة وده موجود في كل فئات المجتمع وفي كل الشركات والدول بالتالي هو ضحها بوجود ادارة كبيرة جدا اسمها ادارة المشتريات. اهلا بكم تعالوا نتعرف مع بعض عن المشتريات او نعرف المشتريات ايه هي ادارة المشتريات في الشركات وايه دورها وهل هي مهمة ولا مش مهمة. يلا بينا نشوف بسرعة ادارة المشتريات بمنتهى البساطة لو حبينا نعرف التعريف بتاعها عبارة عن ايه. ادارة المشتريات لو حبينا نشوف التعريف بتاعها زي ما هو موجود في بعض التعريفات الهمة او موجود في المرجعيات لتعريف المشتريات. خلينا نعرف التعريف الاول ونشوف يعني ايه موضوع مرجعية ويعني ايه موضوع مرجع. هنشوف مع بعض. المشتريات هي عبارة عن ايه? هي ادارة متكملة مسؤولة عن التخطيط والحصول على كل احتاجات المنظمة من المواد والخدمات. آآ بدأنا ندخل بقى في الكلام النظري والكلام الاكاديمي. سبدأني هو مش كلام نظري ولا اكاديمي. نحن لسه شايفين الكيسها دلوقتي وهنطبق عليها الكلام اللي لسه ايليه دلوقتي. هي ادارة مسؤولة عن التخطيط تخطط. نازم يكون عندها خطة. وده هنشوفه بالتفصيل لاحقا ان شاء الله. آآ والحصول وتزويد المنظمة سواء كانت المنظمة دي شركة زي البشمولنس مجدي بتصنع عندها انتاج وبالتالي هتحتاج مواد خام وهتحتاج قطع غيار وهتحتاج الات وهتحتاج شحوم وهتحتاج حاجات كثيرة جدا. او خدمات زي خدمات الصيانة مثلا زي خدمات الكاترينج او تقديم الوجبات الغزائية او خدمات آآ الخدمات الصحية كل انواع الخدمات. فادارة المشترات هي الادارة المسؤولة عن التخطيط والحصول واشباع حاجات الشركة من المواد والخدمات. كلام كده نظري لا هو الحقيقة كده بقى نظري اكاديمي آآ وبنفس الوقت هو موضوع عملي. اذا مسؤولة عن تخطيط والحصول على احتياجات الشركة من المواد والخدمات والخدمات. وذلك بشكل يكون في حاجة هنقول عليها اسمها الفايف آرز يعني بالسعر المناسب بالكمية المناسبة بالجودة المناسبة في الوقت المناسب من المصدر التوريدي المناسب في المكان المناسب لو قلنا كمان ستة آر. ستة آر هنشوفهم بتفاصيل ان شاء الله في حلقات متتالية وده شيء مهم جدا لبتاع المشترات انه نشتغل بحاجة اسمها فاعلية وكفاءة. من خلال تحقيق والحاجة اسمها الفايف آرز او السعر والجودة والكمية والوقت ومصدر ومكان مناسب بالتوريدي بالحاجات دي. لو رجعنا سريعا كده وخدم نمحة بسيطة عن ان اللي هو بتاع المحسابات لو كان اختار مصدر مناسب مصدر صحيح كان هيبدأ يفكر ويقارن. يا ترى اجيب من مصدر اول مرة اتعامل معاه بالمبلغ والكمية الكبيرة دي ولا اجيب من مصدر انا بالفعل ليه علاقة قائمة معاه وهينفع اخد وقدي معاه ويكون في زي ما بيقولوا كده مساعدة ويكون عنده حاجة اسمها او يمكن الاعتماد على هزا المصدر او هزا المورد وبالتالي لما يحصل عندي مشكلة في الجودة يوم ما اتصل بيه عنده يبدأ يتعاون معاه ويساعدني ويحلي لي مشاكلي ولا يكون مورد ومصدر جديد وهو غير مناسب عندي حدوث المشكلة يتبخر وما شوفوش ما يستجيبش ليه. هنشوف ان شاء الله تفاصيل كتير جدا لكن خلونا نركز كلامنا دلوقتي على تعريف ادارة المشتريات. طيب ده التعريف بمنتهى البساطة وده مشتق من تعريف مؤسسة اكتب معايا اللي انت عايز تركز وتعرف مصادر ومرجعيات لكلامنا العلمي عشان نتعلم مع بعض. في حاجة اسمها سي اي بي اس او سيبس اللي هو ده اسم منظمة يعتبر هي على مستوى العالم هي المرجعية لتعريف المشتريات والمهام المطلوبة من المشتريات وايه الحاجات اللي انا بقيم عليها ده المشتريات فيها حاجات كتير جدا 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 بتمس المرجعية واعتبر قانون دولي معترف دي بشكل غير رسمي لمهنة المشتريات بالاخص. لو دخلت حضرتك على جوجل وكتبت سي اي بي اس هتلاقي فيه ان شاء الله تفاصيل وهتستفيد كتير جدا منها ودي برضو من النقاط الهامة جدا في برنامجنا بيزنس ميكس. هنتعرف مع بعض على مرجعيات وعلى مواقع هتكون حضراتكم لو حبيتوا بتزودوا في معلوماتكم عن النقاط اللي بنتكلم فيها زي بنامتكلم النهاردة عن تعريف ادارة المشتريات خدنا هذا التعريف الايه المبسط جدا وطبقناها على ارض الواقع. طيب سريعا وهنروح بسرعة على نقطة تانية اسمها. هل ادارة المشتريات ادارة مهمة من وجهة نظر حضراتكم? لو رجعنا وبصينا على الكيسة بتاع الباش مهندس مجدي ومصنع تصنيع او اللي هو مصنع بتاع الكافر اول والفيست. هل انتم شايفين ان موضوع المشتريات وادارة المشتريات وجودها حاجة مهمة جدا? انا سامع اكيد في ناس كتير جدا قالت طبعا بالتأكيد حاجة مهمة وهقول له الله ينور على كل اللي قال ان ادارة المشتريات ادارة مهمة جدا. طيب من وجهة نظر حضراتكم سريعا ادارة المشتريات مهمة ليه بالنسبة للشركات. هنلاقي اني طبقا للاحصائيات الامريكية اللي تمت في الفترات السابقة اثبتت اني نصيب ادارة المشتريات عبارة عن من اربعين لستين في المية من او لعاء بتاع الشركات. يعني الشركة بتاع حضرتك سواء كانت خدمات او كانت مصانع او تصنيع يعني انتاج بتبيع بحوالي مليون دولار في السنة او مليون جنيه. بالتالي هتلاقي ان اربعين لستين في المية منهم هو نصيب بتاع المشتريات او ادارة المشتريات. اذا ده نصيب يحتاج مننا كلنا ان احنا نركز جدا جدا جدا. انه طبعا التركيز فيه هيساعد على زيارة ربحية الشركة بشكل واضح وبشكل ملموس. ازا نصيب ادارة المشتريات من الشركات والخدمات والمنظمات يتراوح ما بين اربعين لستين في المية من او العائد الكلي بتاع او مبيعات الشركة او مبيعات المنظمة. اذا هو نصيب كبير جدا. بالتبعية لما اوفر او اعمل وفرات في الجزء اللي هو بتاع الاربعين في المية. هينتج عنه ان انا بالتأكيد هعمل ربحية كبيرة جدا وملموسة للشركة بتاعتي. يوم ما اوفر واحد في المية في المشتريات هتلاقي ان ليه عائد واثر واضح جدا على شركتك وعلى الربحية بتاعتك بشكل واضح ومؤسر جدا جدا على ربحية الشركة بتاعتك. كمان هنلاقي ان تكلفة المنتج بتاع حضرتك مش مرتبطة فقط بالتكلفة المباشرة زي المواد الخام والتصنيع وساعات التصنيع وساعات المكينات والاجور والمستهلكات. لا في حاجة اسمها مجموعة من التكاليف الخفية. يعني ايه الكلام ده? يعني يوم حضرتك كمشتريات تأثر وتأخر في تسليم الخامة بتاعتك هيترتب عليها حتما مجموعة من التكاليف الخفية. المصنع هيتوقف عن العمل. وده طبعا تكلفة كبيرة جدا جدا بالنسبة للمصانع والشركات. التوقف عن العمل ده بيكون شيء كريسي جدا ويكون ليه عصار سلبية جدا على التكلفة بتاع المصنع بتاع حضرتك. بمنتهى البساطة يوم ما المصنع هيتوقف هابدأ اعمل حاجة تاني ابدأ اشغاله من جديد. عارض تشغيل الماكينات بقول الناس اللي شغالة في الماكينات تعرف ان ده بيبقى ليه تكلفة بالتأكيد. كمان انا فقدت جزء من الامتاجية بتاعتي او من بتاعتي اصبحت مهملة. يعني المصنع بتاع المفروض ينتج في اليوم مثلا خمسمائة حتة انتج دلوقتي تلتمائة حتة انا عندي هادر في امكانية التصنيع متين حتة انا اخسرتهم كان ممكن اصنعهم واستفيد بيهم وبالتالي التكلفة السابتة بتاعتي هتتوزع وتقل معا زيارة الكمية او الماس فرو داكشن. كلام ده هيبقى فيه تفاصيل ان شاء الله لاحقا بازن الله. ازن في مجموعة من التكاليف الخفية بتبقى موجودة عندي في آآ لما يحصل عندي تأخر في المشتريات او تأخر في التوريب بتاعي. ازن موضوع المشتريات هو موضوع مهم جدا زي ما شوفنا في منتهى الاجاز قلنا ان هو بيمثلنا ربعين ستين في المية من اجمال مبيعات شركات سواء كان ما شركات خدمات او شركات تصنيع. كمان بيقولنا ان هو اي توفير في في التكاليف بتاع المشتريات بيسمع بشكل مباشر وبشكل واضح جدا على الربحية بتاع الشركة. شوفنا كمان ان في عندي مجموعة من التكاليف الخفية اللي بتأثر على سعر المنتج بتاعي. يوم ما سعر المنتج بتاعي يزيد. اذا انا هبدأ اخسر ميزة نوفيسية في السوق يترتب عليها ان انا اخسر آآ استحواز موجود او فرصة كانت موجودة ليا في السوق. كل ده بيترتب عليه ان المؤسسة بشكل عام بتخسر وما بتكسبش بسبب تأثير او عدم وجود ادارة المشتريات. خلينا نقول كلام تاني مهم جدا ان ادارة المشتريات هي جزء مكمل لمجموعة من الادارات الاخرى. زيها زي التسويق زي الادارة المالية زي الانتاج زي التخطيط. كل الادارات دي هي ادارة مهمة جدا. ادارات مهمة جدا. خلينا اقول لحاك مثال اعتبر نفسك زي الفريق بتاع الكورة. ممكن يبقى عند فريق بتاع الكورة زي ما حاكم يشوفه وتابعه لازم يكون عنده افراد مميزين في كل المواقع بتاع الفرقة بتاعته او في التين بتاعه. لازم يكون عنده حد مهاجم قوي. لازم يكون عنده حد دفاع. لازم يكون عنده حارس مرمى. لازم يكون عنده وينج. لازم يكون عنده خط وسط. كل الناس دول لازم يكون فيه تخصص. وده شيء مهم جدا. خلينا اختي بيما حضراتكم. ويكون فيه تركيز وبالتالي يأنتج عنه تميز. طب كل واحد مهم جدا في الحتة بتاعته ومركز فيها وعنده مهارة غير عادية. بيكون عندي مجموعة من الافراض المميزين لكن ان ما حصلش ما بينهم تعاون بينهم من بعض هيكون للأسف في برضو فشل زي ما شوفنا مؤخرا في كاس العالم الفرق اللي فيها مميزين جدا محمد صلاح وزي رونالدو وفي ناس كتير جدا فرق كان فيها ونيمار والناس دول كلهم كانوا مميزين جدا في الفرق لكن كل اللي كان عندها بتلعب على فرض واحد بس معظمها خرج من الدور الاولاني وبالتالي هنتكلم ان في تخصص وتميز لكن حتما لازم يكون فيه تعاون بين كل الادارات ادارة المشتريات مع الانتاج مع الصيانة مع المالية مع الحسابات مع التخطيط مع كل دول لازم يتعاونوا مع بعض عشان ينتق في الاخر ان المؤسسة يكون عندها ميزة نفسية وتكون عندها ربحية وتقدر تستمر وتنافس في السوق اللي هي بتنافس فيه لان المنافسة اصبحت امر حكمي لكل الشركات اصدقاء العزاء انا شاكل لحضراتكم جميعا لكل اللي شاركنا وكل اللي شافنا وكل الناس اللي علقت شاكل لدكتور محمود شاكل لاستاذ اسماعيل شاكل لدكتور محمد الامام استاذ خالد السنوسي كل حضراتكم شرفتوني استاذ عمر اه حضراتكم جميعا شرفتوني دكتور علاء اه شرفتوني بتعلاقاتكم ومشاهدتكم وبدعمكم ان شاء الله هنتعاون اه او اعدكم ان شاء الله في الحلقات التالية هنكمل مع بعض ان شاء الله آآ في برنامج بزنس ميكس هيكون في زي ما شفنا النهاردة خليط ما بين حاجات مهمة جدا خليط ما بين دراسات حالة عشان نتعلم منها الممارسات الجيدة وده شيء مهم جدا في عالم البزنس هما كانوا بيعملوا الحاجات دي بشكل كويس ازاي واستفيد منهم. كمان الناس اللي بتقع في اخطاء زي ما شفنا واسمعنا كلام نقمان الحكيم اتعلم الحكمة منا من الجهلاء ومن السفهاء اذا رأيت فيهم عيبا تجنبته او تجنبته. آآ كمان هنشوف مع بعض ان يكون في جانب اكاديمي هيكون في كمان بازن الله آآ آآ جانب نتعرف فيه على آآ امثال آآ شكرا دكتور شكل زوء حضرتك والله آآ هنتعرف على او مصادر شفنا النهاردة ان في موقع اسمه او على فكرة الادارة بتاعتنا اللي تكلمنا في تعريفها النهاردة هي ادارة المشتريات باللغة الانجليزية لها معنيين وهنشوف فارق بينهم لاحقة ان شاء الله في عندي وحاجة اسمها خلي بالكم هي مش ولا ولا اه المصلاحات اللي احنا بسمعها ارجع واسمعها كويس هتلاقي اه حلوتك اه استاذ عبد الرحمن ربنا يبارك فيك تسلم الله تسلم استاذ خالد هنلاقي ان احنا بنلطاها بنطق اه الاسف مش صحيح نتعلم مع بعض هي اسمها في ادارة اسمها ادارة او قسم من المشتريات الخارجية زي ما نشوفها ان شاء الله في حقات تالية اه وكمان لها اسم تاني اعم واشمل اسمه ادارة شكرا سيد محمد شاكل سوء حضراتكم جميعا اه كمان انا بلاقي فتن ان انا اشكر السيد خالد سنوسي اللي شارك معنا تعريفه لادارة المشتريات ان شاء الله نعلق ونتبادل مع بعض الخبرات ونتبادل مع بعض ان شاء الله بازن الله المعلومات المفيدة جدا ساعدت بكم وانتظرونا ان شاء الله اه في حلقات اسبوعية هنتكلم فيها تحت برنامج بزنس ميكس هيكون فيه خلط من الجانب العملي والجانب العلمي اللي هما الاتنين شيئين لا يختلفان بل يتفقان زي ما شفنا هنقول ان الجانب العلمي مهم جدا جدا لو حضرتك بتنفذ وتطبق وبشكل كويس ما شاء الله شغال كويس جدا لكن وانت شغال شكرا عاصم محمد جتني متأخر يا عاصم محمد ان شاء الله مراجعة تكون حاضر معا من الاول الجانب العلمي الاكاديمي بيخلي كلامك ويخلي شغلك ماشي بشكل مسلسل وبشكل منطقي وبشكل صحيح وبالتالي هتزداد الربحية وهيزداد العائد بتاعك لو انت اشتغلت ما بين الميكس ما بين الجانب الخبرة العملية الممتازة وتضيف لها كمان الجانب العلمي المنظم عشان يبقى كلامك وشغلك منظم بشكل آآ كويس ان شاء الله هتستفيد بازن الله او اوعد حضراتكم ان انت تستفيدوا ان شاء الله يوم الاتنين القادم ان ما حصلش تغيير هيكون معايا زمين المتقلق دائما اللي هو بيشوفني الوقتي سوز محمد خالد صديقي واخي العزيز ان شاء الله يكون معانا من الكويت قبل صفروا آآ لخارج الكويت هيسعدني ان شاء الله ان يكون في حلقة بس مباشر مشترك بينه وبينه نتبادل مع حضراتكم ان شاء الله الخبرات ونتبادل مع حضراتكم الاشياء العلمية والاكاديمية اللي هتكون حتما مفيدة لحضراتكم سعدت بيكم واسعد بيكم دائما ان شاء الله في حلقات متتالية الى ان نلتقي دمتم ناجحين موفقين السلام عليكم ورحمة الله